دلوقتي تعالوا نروح لزميلتنا دينا عشان نتعرف منها على اي اخر اخبار الطقس والمرور والعملات واسعار الدهب صباح الخير يا دينا صباح خير مصطفى صباح خير بسانت الصباح الخير والسعادة والاخبار الايجابية فعلا على كل مصيم في كل مكان طمينينا يعني هو الجو خلاص احنا فيه موجة حرك كده بقالنا كاميون بس هو مرتفع معنا بسبب نسبة الرطوبة لكن خلوين في البداية صبح على حضراتكم ونبدأ معاكم بجولتنا المرورية وهنبص على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي والناس بدأت تنزل هنبدأ جولتنا من القاهرة وتحديدا من كبري اكتوبا للمتجه لمنطقتين الاسعاف فرمسيس هنلاقي فيه كثافات مرورية نسبية اما اللي مكمل اعلى الكبري في اتجاه غمرة والعباسية ومدينة نصر هنلاقي سيولة مرورية مع ظهور بعض الكثافات البسيطة ولو رحنا الى طريق صلاح سالم في سيولة مرورية مع بعض الكثافات البسيطة اخر الطريق ده بسبب طبعا التقاطعات والاشارات المرورية لو عدينا على طريق الكنيش هنلاقي هناك سيولة مرورية ولو مشينا وكملنا على المضالات هنلاقي بعض الكثافات وده بيكون بعد كبري الساحل وبتستمر بشكل متقطع لحد ميدان التحرير متكملين جولتنا بشوارع الجيزة وفي سيولة مرورية نسبية على محور صفت لبن المتجه من الدائري السيولة هتبدأ تقل وتظهر كثافات عند الوصول لشارع السودان ونفس الامر في كبري عباس والجمعة والجيزة كمان بتظهر كثافات في محيط ميدان النهضة وصولا لإشارة بين الصريعات اما محور عربي فبيشهد كثافات متوسطة للمتجه من الاقاليم وصولا الى المهندسين وفيه برضو كثافات بمحيط كبري أحمد عربي اما شارع الهرم فبيشهد سيولة مرورية من شارع العشرين حتى الطلبية بنسبة المحور في كثافات مرورية القادم من اكتوبر حتى محور ميدان لبنان وبيتزيد الكثافات مع ساعة الظروة الصباحية نوحل محافظة القليوبية وطريق شبرى بنها الحر بيشهد سيولة مرورية وبيفضل المتجه الى شرق القاهرة انه يسلك طريق محور الفريق محمد العصار اما الطريق الزراعي القادم للقاهرة في كثافات مرورية ده بتزيد قبل مطلع الدائري ده بسبب اعمال ازدواج الطريق كمان في انشاء كبري دوران للخلف والطريق الدائري في بعض الكثافات قبل نزلة اليوب وكمان قبل نزلة المحور هنكمل جولتنا ونروح اسكندرية عروس البحر الابيض المتوسط هنلاقي كثافات بسيطة موجودة في بعض الطرق وهنلاقي كثافات مرورية نسبية غير مؤثرة عند محطة الرمل وصلة لحد شارع عمر لطفي والحد تقاطع شارع نبي دانيال اللي بيشهد كثافات بسيطة ونسبية وصلة لحد طريق الحرية تعالوا دلوقتي نتابع معاكم اسعار صرف العملات الرسمية النهاردة هنبدأ من الدراء الامريكي سعر البيع 19 جنيه و 17 إرش للشراء كمان 19 جنيه و 10 قروش اليورو 19 جنيه 25 إرش للبيع 19 جنيه 16 إرش للشراء جنيه للسترليني 22 جنيه 68 إرش للبيع 22 جنيه 59 إرش للشراء فرانك سويسري 20 جنيه للبيع 19 جنيه 91 إرش للشراء اليوروان الصين 2 جنيه و 80 إرش للبيع 2 جنيه 81 إرش للشراء ريال السعودي 5 جنيه و 10 قروش للبيع و 5 جنيه و 8 قروش للشراء دينار إكويتي 62 جنيه 39 إرش للبيع 62 جنيه و 12 إرش للشراء أخيرا الدرهم الاماراتي 5 جنيه و 22 إرش للبيع و 5 جنيه و 19 إرش للشراء بنسبة لمتوسط أسعار الذهب النهاردة هنبدأ من عيار 18 اللي سجل 920 جنيه عيار 21 سجل 1074 جنيه عيار 24 سجل 1226 جنيه و 5 جنيه الذهب وصل ل 8592 جنيه من المرور والعملات تعالوا نتعرف معاكم على حالة التقص النهاردة وفي جولة سريعة أحوال التقص هيكون فيه ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مع استمرار ارتفاع الرطوبة بالنهار التقص هيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والواجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيب فيه نشاط للرياح على بعض المناطق ودرجة الحرارة في القاهرة النهاردة 36 وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42 وأقل درجة حرارة في مطروح 32 درجة هنتابعا معاكم التقص بالتفصيل لكن بعد شوية